اشتركوا في القناة عافية ما قصرت على اللقاء هاي طويلة مريت الله يحييك أستاذ محمد و شاعرنا شاعر محمد الرئيسي طويلة أكيد للشاعر فضاءات و لعالم الشاعر فضاء بداية قبل لا نتكلم و نسهب في حديثنا عن الشعر و عن الشعر الشاعر محمد الرئيسي و بدنا ندخل في فضاء الشعر معك بقصيدة قبل لا نبدأ فيها حوارنا أبدأ بقصيدة أيوة خلاص نتكلم عن قصيدة اجتماعية جميل قصيدة اجتماعية ما أحافظ القصيد نتكلم نحن لو نفهم الحياة فعلا و نتأملها زين ما أظن ندرك سرها و ما فيها من فرحة و أنين و أحد يعيش فوق السحاب و كنبيدة فرق دين و الدور دورات الزمان صاحب نمع صوم العنين من غفوته يصحى الصباح يشوف نفسه طفل يدين يومك تعيش و أنت ما تدري القدر يأخذك الوين الزرة شيء وايد صغير و إحنا بصغرها نستهين و أيام الصغير فعلة كبير و يوم الاختبار قد رايبين بحر العلم ما ينتهي و نتعلم دروس السنين صدق القوي ما بالعضل لكن بيمانا متين لو نحن نفهم الحياة فعلا و نتأمل هذين ما تظنين ندرك سرها و ما فيها من فرحة و أنين جميل شعرنا محمد الشعر مثل ما ذكرت نفضة و لكل الشاعر قالبه الخاص أكيد لمحمد الرئيسي قالبه الخاص و فكره الخاص من خلال تقديم قصائد و نظمه القصائد الشعرية لو سألتك أستاذ محمد أكثر القصائد المحببة لقلبك أو قالب شعري محبب لقلبك ما عندي قصائد كل قصائد هم و في قصائد معين نعم يعني يعني أكثر شيء قصائد وطنية القصائد وطنية يعني قصائد وطنية كلها بشكل عام في عندي قصائد قبل العيد وطن نزلت من الماضية لأنها عادة رئيسي و أجد الإمارات هاي قطيرة قريبة القلبي جدا لأنه يتكلم عن الإمارات عن حب الشق قد ما يقدر يقدم حق الوطن ما يقدر يوفي حق الوطن نعم فزائل من القصائد وطنية هي اللي يحب القلب أكثر شيء جميل الشعر المغنى ربما يكون أثرها أكثر على المستمع ربما يعني أو أي يكون شهرته أكثر عن أي قصيدة أخرى لأن الشعر المغنى يخاطب جميع فائدة المجتمع نعم وفي كل بيت موجود فأكيد يوصل جميع شريحة المجتمع التفاتك للشعر المغنى أنا أكثر قصائد أكتبها مغنى أكثر قصائد غنائية أكتبها أنا أكتب هل ستوب تعويت على هل ستوب أكتب ودائما في قصائد في عندي قصيدة بعد جديدة إن شاء الله أسبوع الياب عن الأم بعد كتاب نعم فدائما أحب أكتب قصائد أكثر شيء غنائي نعم أكيد الشعر متواجد في جميع المناسبات سواء كانت وطنية سواء كانت كذلك اجتماعية أو حتى مناسبات لها تاريخ في أجندة الوطن نعم أكيد تلك حضور في هذا الشيء من خلال تقديمك الشعر المغنى فكيف تولضف هذه القصيدة من خلال اختيار المغنى المناسب هو حسب إذا كتبت القصيدة يعني ممكن تلاقى مع الملحن نعم إيه ملحن ساعة يطلب مني باك تغير الجملة هاي أيوة ما غير مضمون القصيدة نغير الجملة ونغير بيت يصير تغيير يصير ساعة تغيير ساعة يطلع في جملة الملحن يسوي نيع المطرب المطرب صعب يلفظ الجملة هاي نغير بعض البلات يصير ساعة يصير النوعية هاي بس همشي المضمون ما يتغير نعم بالنسبة للمضمون مهم فلو تكلمنا عن المضمون الشعري الآن أصبح هناك يعني بالنسبة للشعر أصبح الشعر السلس اللي هو ياخذ اللهجة البيضة وهناك الشعر الذي يعني يكون أكثر يعني فيه مفردات يعني جزيلة أكثر أو أني يكون مفردات جزيلة أكثر عفواً وتكون يعني يعني ذات طابع محلي أكثر أو بحث يعني بلهجة محلية مثلا لو تكلم عن لهجة إماراتية أنا حين بالنسبة لي أنا ما كتبت من صراحة بلهجة الإماراتية نعم لأنني أنا قاعد أخاطب شريحة كبيرة من كل الدول فتستخدم من مقالب اللهجة البيضة اللهجة البيضة نعم حتى في المواقع تواصل الاجتماعي عندي من كل الدول فهي اللهجة العامية اللي أستخدمها أكثر شيء نعم يعني أكثر كتاباتي اللهجة العامية نعم بداية كتاباتي كنت نزل خواطر والخواطر كنت بلهجة فصيحة كنت يشراها في المجلات وانتقلت إلى وجدت نفسي في الشعر جميل على طريق وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي الآن سهلت وبسطت الطريق لجميع الشعراء من خلال ظهورهم وشعرتهم أكثر حتى من قنوات مو بس الشعراء مو بس شعراء الجميع الجميع يعني بالعكس أصبحين في كل بيت بس هو بعد يعتبر سلاح ذو حدين أكيد اللي حد يستخدمها ممكن يوصل لو ممكن أي شعر يوصل يعني قبل أنه كان صعب اللي يسمع الشعر كان في ذاعه رحين تواصل الاجتماعي وأصبح موضوع سهل في لحظة واحدة الواحد يجتهل وسائل الإعلام القديمة أو التقليدية كانت أكثر يعني يعني محدودة أما الآن فتحت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كيف أنت وظفت سيد محمد وسائل التواصل الاجتماعي في إظهار شعرك نزل الأشياء اللي عندي القصايدة نزلها وحص الردود من الناس كلها الحمد لله رب العمين فوائد أشياء يعني بالعكس أنا أشوف تواصل الاجتماعي هو اللي يوصل الشاعر يعني كان في السابق صعب أن الشاعر يوصل وحين أصبح مفتوح حقا توصل في كل مكان يقدر يوصل يوصل صوته شو اللي عنده إذا عنده موهبه يقدر يوصل موهبته يمكن بعض الموهب ما كانت مبجيز ما حد كانت يعافق وحين موضوع سهل يعني التواصل الاجتماعي بالعكس فتح مجال حتى كموضوع عنصر رجع الصدى في أي وسيلة التواصل الاجتماعي سريع الآن رجع الصدى مختلف عن الإعلام التقليدي فرجع الصدى سريع ويتفاعل بنفس الوقت هو سريع نعم بس المشكلة التعاني فيه أن بعض الناس الجامل أيوة هذه المجاملات اللي ممكن الجامل تقول شي حلوه هم مو عارفين من بعض أنا من الناس اللي ما حب أحد يجامل أنا حب أحد ينتقدني لو في شي بالعكس أن أتعلم الانتقاد بس ما حب المجاملات فأكثر شي في المواقع هاي أنا حص اللي لاحظ كلها مجاملات للأسف يعني كل واحد يجامل الثاني ولو كان مثلا الحساب ربما غير مبين أو أنه قواهم يربما يكون من قاله صادق أكثر حسب نعم لا حسب إذن أستاذ محمد ودنا نسمع قصيدة منك ثانية ونعطر فيها مسانة معك أنا عندي قصيدة كتبتها في موقف صار معاي كنت مريض كملت سبوء في البيت وطلعت دي خلني أطلع أغير جوه أطلع من الجو هذا أيوه فأطلعت ثلث مكان عام في أحد المراكز وصادت وحدة وطلبت مني أصورها صورة أيوه فالفكرة القصيدة هاي صارت من فكرة المرأة هاي طلبتني أصور منها صورة نعم وكتبت القصيدة هاي على الفكرات الثاني تفاضل الموقف هذا يا الطيب يا الطيب تقولها ممكن عسل كالأمها الشفاني يوم خدتها من لقطة ضمت زوايا مكاني كنها الأمر يرجع نجمة تضوي زماني يا حسنها المبدأ في عالمها سافر كياني ناظرتها يا خجلها في عيونها طفل حباني في وجهها البدر يحكي والليل صمتها غاني عجز كيف أوصفها للحب ذوقها دعاني صمت تلاشا تلفت لقيت روحي يعاني صدفة لتلقينا في مدينة شرت بالدنيا الأماني يا طيبها من صدفة تحسدها أحلى الثواني يا طيب يا طيبها من صدفة تحسدها أحلى الثواني ويومها ادماعت أيني على هالموقف يعني فصد شفيت عن الموقف اللي صار يعني الحمد لله شعرنا محمد أهمية الكوميديا وتوظيفها في الشعر هل تعتقد أننا محتاجين للكوميديا أثناء توظيفها توظيف الكوميديا في الشعر أنا ما أحب ما أحب الأسلوب الكوميديا أيوة في بعض الشعراء يستخدمونها أنا ما أحب بعض الشعراء نعم يستخدمونها ويواطفونه طريقة صحيحة بس أنا ما أحب الأسلوب الكوميديا أنا أحب أكتب الأسلوب اللي أنا متبع فيه نعم أستاذ محمد للأسف وقت داهمنا ونحن استمتعنا بهذا اللقاء يعني مشهلة طافت الدقائق بدون ما نحس فيها صراحة لكن كلمة أخيرة أودك تقولها قبل أن نختم هذا اللقاء كلمة أخيرة الوالدة أسلوب السالحة لأن الله يطوي الأمر يعطيها الصحة والعافية لو لا الوالدة لو لا تربيتنا موسطتها المكان الله يعطيها الصحة والعافية وشكرا لكم نطوي الأمر ويبارك فيك يا رب الله يحييك أستاذ محمد إذن من بحر الشعر إلى بحر الفنون والموسيقى الراقية ولكن من بعد هذا الفاصل القصير وراجع لكم مشاهدينا الكرام ترجمة نانسي قنقر